في سبيل رسالة صاحبة الجلالة في سبيلها ولأجل بلاد تجرعت حروبا طوال كانت الصحافة عامودا ولا تزال يعلق المتعطش للحرية والعدالة آماله على ثمار جهود من يعرضون أرواحهم للخطر على أن يجدوا ضالتهم من حقيقة غافلتها حشود من قضايا الفساد في سبيلها إذن تربع العراق على المرتبة الأولى عالميا بعدد الضحايا من الصحفيين بأربعمائة وسبعين قتيلا المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أكد أن مئات الانتهاكات وثقت ضد الصحفيين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة انتهاكات تنوعت بالطرد التعسفي والملاحقة القضائية والترهيب ومنع التصوير وتكسير المعدات وغيرها وجاء العراق في المرتبة التاسع والستين بعد المائة والمرتبة الثانية عشرة عربيا بحرية الصحافة من أصل مائة وثمانين دولة في العام الفين واربعة وعشرين منخفضا بدرجتين عن العام الماضي والذي كان ترتيبه فيه سبعة وستين بعد المائة عالميا مبينا أن نقاط العراق انخفضت من اثنين وثلاثين فاصل تسعة في عام الفين وثلاثة وعشرين بحرية الصحافة إلى خمسة وعشرين فاصل أربعة في العام الحالي وهنأ زعماء العراق الصحفيين بمناسبة عظيمة لمولد صحيفة الزوراء التي أعلنت بداية طريق الصحافة في البلاد منذ عام الف وثمانمائة وتسعة وستين وسط آمال صحفية وشعبية بتعزيز بيئة العمل في مهنة المتاعب وكفالة حريتها وحماية الصحفيين